لسنة 1955 وفي مطلع سنة 1955 وتحديداً في شهر فبراير أصيب الوسط الرياضي عامةً والأهلاوي خاصةً بحزن شديد تقف نجم الأهلي وبطل الجمهورية في تنس الطولة مصطفى أبوهيف أصابوا المرض أثناء تمثيله لمصر في بطولة دولية في الهند وتوفي فور العودة لمصر مصطفى أبوهيف كان مع أشقائه أمين وحسن وعبد الحي رواد للعبة تنس الطولة في مصر وشغقهم الأكبر الكابتن عبداللطيف أبوهيف بطل مصر في السباحة الطويلة والعبر المنش ثلاث مرات في رقم قياسي عالمي حققه سنة 1953 الدولة شيعة جسمان مصطفى أبوهيف في جنازة رسمية وأوفد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مندوباً عنه في الجنازة تقديراً لقيمة مصطفى أبوهيف الله يرحمه سنة 1955 شهدت أزمة من أكبر أزمات الكرة المصرية في تاريخها الطويلة أزمة اتعامل معها مجلس إدارة الأهل بكل قوة حفاظاً على حقوق الأهل هنتكلم عن الأزمة دي وعن تفاصيلها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر